اثر السجال القانوني الذي نشب بين كتلة الاحرار ورئيس الوزراء حول قرار المحكمة الاتحادية بنقض فقرة ضمن موازنة العام الحالي تلزم الحكومة بمنح المواطنين تخصيصات مالية من فائض واردات النفط شنت كتلة الاحرار هجوما على المحكمة الاتحادية متهمة اياها بعدم الحياد والانحياز لرئيس مجلس الوزراء حتى ان لائحة الاتهام التي قدمها ممثل رئيس الوزراء القانوني اعتمدت نصا في قرار المحكمة الاتحادية على حد وصفهم هل تعلمون بماذا ترد المحكمة الاتحادية؟ ترد بما جاء بلائحة المدعي حرف حرف كلمة كلمة فارزة رقم جيبها كوبي بيست تاخذ من لائحة المدعي وتجعل بقرار المحكمة الاتحادية اخوان كارثة هذه اين القضاء؟ اين استقلالية القضاء؟ اين القضاء الذي نعول عليه بفصل عن الامور التي يحتكم اليها الدستور؟ وخسر مجلس النواب نحو عشر قضايا مشتركة مع مجلس الوزراء ابرزها الجهة المخولة الدستوريا بتقديم مشاريع القوانين ونقض قوانين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية نواب عن ائتلاف العراقية اتفقوا مع ما ذهب إليه نظراؤهم في كتلة الأحرار وطالبوا بالإسراء في تشريع قانون المحكمة الاتحادية هناك خلل في عمل المحكمة الاتحادية وفي تركيبة المحكمة الاتحادية وفي هيكلة المحكمة الاتحادية فلو تم إقرار القانون الجديد الموجودة الآن لدى مجلس النواب العراقي أعتقد بأن هذه المعضلة سوف تنتهي ائتلاف دولة القانون ومن جانبه أكد أن القوانين التي كسبها مجلس الوزراء هي تشريعات غير دستورية وأخطاء يرتكبها مجلس النواب وحذروا من مغبة إقحام المحكمة الاتحادية في الخلافات السياسية المحكمة الاتحادية لا تمالئ ولا تنحاز إلى أي جهة لا تنفيذية ولا تشريعية محكمة متوازنة تقوم بواجباتها الدستورية والذين يفسرون قرار المحكمة بخلفيات سياسية هم يريدون زج المحكمة في الخلافات السياسية بين الكتل وهذا ينبغي أن نبتعد وننأأ بأنفسنا عنه وبحسب قانونيين فإن المحاكمة المختصة بضمنها المحكمة الاتحادية تتبع سياقات محددة وثابتة في مقتبسات الأحكام والتي تستهل بتضمين نص لائحة الادعاء والدفوع المقدمة من المدعي عليها ثم يهتتم بقرار المحكمة حسام الحاج الحرة بغداد